نروح بقى محضراتكم لخبر مهم طبعاً لأبناء الثانوية العامة عقدة وزارة التربية والتعليم الفني اجتماع مع مواجهي عموم ومشرفي التقدير للمدة التانية أو مادة اللغة التانية زي ما حضراتكم عارفين إلا فرنساوي ألماني أسباني الإيطالي الصيني طبعاً كان الاجتماع ده شايمل كل على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة لمناقشة إجراءات تصحيح العينة العشوائية وفيها الحقيقة طلب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام المتحانات مراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد عشان تكون لمصلحة الطالب وأنه عند كتابة الطالب لإجابتين في الأسئلة المقالية هيتم تصحيح الإجابتين وهيحصل الطالب على الدرجة الأعلى يعني لو عندك كتبت إجابتين هيتصحح الإجابتين وحضرتك هتاخد إجابة الأعلى كمان أي تصحيح للمسودة يعني حراك كتب حاجة في مسودة هتخش أيضا ويتم احتسابها لو صح بالنسبة كمان لسؤال موضوع التعبير إذا استخدم الطالب الكلمات المعطاة أو ما يفيد معناها في الجمل في جمل صحيحة يعني تقدر صحيحة يعني لو حضرتك كتبت روح حتى الكلام وفهم المصحح أن أنت ماشي في الاتجاه الصحيح هتعطى الدرجة وأعتقد ده شيء مباشر لطلاب السنوية العامة